تباينت أراء مواطني الأحياء المحررة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل حول مذكرة إلقاء القبض الصادر بحق محافظين والسابق أثيل النجيفي وإحالته إلى جهات مختصة بتهم تتعلق بالفساد وشراء وتجهيز معدات لمعسكر الحجد الوطني بأقيام مضاعفة فبينما أيدها البعض منادلين باستعراضات المحافظ السابق في الأحياء المحررة وجدها آخر قضية قانونية وسياسية لا تخص الرأي العام الموصلي الله هاي السياسيين احنا ما قدر ندخل بالسياسة بناتهم عداء شخصي بناتهم أمور مخفية هاي بناتهم هم ما نعرفها هم الناس يعني ما يستاهلون أصلا يدخلون بالمدينة لأن هم أول ناس تخلوا عننا أول ناس انهزموا النجيفي القادة العسكريون ممن شارك في تحرير الجانب الأيسر للموصل أكدوا استعدادهم لتسليم النجيفي حال إصدار الأوامر بذلك لافتين إلى أن قضاياك هذه يجب أن لا تؤثر على الحالة المعنوية ونشوة الانتصار الذي تحقق في عمليات قادمون يا نينوى النصر العراقي فوق كل الاعتبارات القطاعات الموجودة على الأرض هي التي تقاتل كلها عراقية بسنتنا طيران التحالف الدولي لأسناد القطاعات هذه إجراءات قانونية ونحن لا نتدخل بالقانون لكن عندما تصدر أوامر نحن ننفذ القانون حسب أوامر القائد العام قوات المسلحة وقضية أثيل النجيفي قضية قانونية مكتب محافظ نينوى السابق الرد على المذكرة باعتبارها كيدية جوهرها الخصومات السياسية ضد النجيفي لافتا إلى أن قوات حرس نينوى انسحبت اليوم من مناطق تواجدها بأمر من القائد العام للقوات المسلحة هناك خصومة سياسية ما بين السيد القائد وما بين هؤلاء الذين قدموا هذه الدعوة باتجاه السيد أثيل النجيفي اشتركنا بأمر القائد العام للقوات المسلحة واليوم ننسح بأمر القائد العام للقوات المسلحة نحن ننفذ الأوامر لا نخالف الأوامر العسكرية يبدو أن القضاء لوحده هو من سيحدد مصير المحافظ السابق أثيل النجيفي على رأس قيادة حرس نينوى بعد إصدار مذكرة إلقاء القبض الصادر بحقه من الموصل يوسف المندلاوي الحرة